اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوقت يشعر بدفء المشاعر وحجم الثقة اهلا بك بشمهندس اهلا بك اعزائي المشاهدين والموعدة المتجدد معكم دائما في برنامجكم مالك وكتابة هي بالفعل حلقة ترصد مقاومات الحفاظ على الفرصة كيف يمكن للأهل ان يحافظ على بصيص الامل الذي قد يبدو لدى البعض انه صعب المنال لكن من امتى كان الاهل عنده شيء بعيد الاهل دايما وابدا يتمسك بالأمل كل أمل كل رجاء كل الترجي قال يتخطى الاهل عقبة الترجي يوم السبت القادم ان شاء الله بصيص ابراهيم يعني الحقيقة انا عجبني عنوان مزعج اه مقلق لا طب انت ايه انت انت لسه ما قلتش هتسرب العنوان لا لا اقولها دلوقتي هتسرب العنوان ما اقول الاول اقول الاول لان العنوان ده بيلخص طيب حلول لكم الاربع العنوان المهمة في حلقة النهاردة اللي بتلخص المشهد الكرة والمشتابك كله مشتابك مرتبك بكل ما فيه لكن يبقى الامل هو اهم وابرز ما فيه اللي شبكنا يخلصنا مزعج اه مقلق لا لكن رغم قطعها ادراموا ما زالت تعبت واخيرا اشتغلنا بقى دل العنوان الاربعة في حلقة تلخص كل ثنايا هذا المشهد الصعب اللي اهم ما فيه اللي شبكنا يخلصنا عايز تقول حاجة على شبكنا قبل ما نتشبك اللي شبكنا خلصنا هو يعني عنوان بيلخص الحالة الوقعي الحالة الوقعية على الارض الوقع اللي حصل في نتيجة المبرى هو لم يوفق اللاعبون في استثمار التفوق الواضح والفرص السهلة المواتية والإدارة الزكية للجهاز الفني في انه ترجمها الى فوز مريح كنصيعا ننهي الأمر هنا في القاهرة فاللي شبكنا هم اللاعجون وهم اللي عليهم يخلصونا وهذا الشعار رفعوا اللاعيبة لما تعديلنا هنا واحد واحد مع الصفاخسي رفعوه كتير الحالة لا انا فاكر انا اصلا قابلت بعد كده ترفع كتير بس انا كنت بمر قدام لقودة الكورة وخارج اسلام الشاطر فبقول له اسلام فدع كده اللي احنا اللي عقدناها وبإذن الله احنا اللي حنفكها بصرف النظر عن ان جيل الجن في الوقت المحتسب بدل من ضائع مش كل مرة هيحصل كده ومش كل مرة هيحصل بالتوفيق ده لكن ادائك في مباراة الصفاخسي هناك كنت تشعر انك تكسب ثلاثة واربعة هناك بالزبط كنت مسيطر وبتلعب وكان اذا هاي شوف الجون ده يعني لا ده حاجة تاني اه المهم على اي حال اللي شبكنا خلصنا رسالتنا الى اللاعبين والى ايضا ان الجماهير هنقول لها كلام بس ان بيجي معاد الفقرة دي فقرة زي ما قلتلكو هنبص فيها بمنتهى الوضوح والموضوعية لهذا المشهد الاهلاوي المشتبك النهاردة العبدالله الشامي المدافع السوري اللي انضم للنادي الاهلي اه حضر للنادي في اشتركوا في القناة